إلغاء تفعيل لوحة مفاتيح سامسونج للإهتزاز على جهازك الخاص أندرويد اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل هذه الميزة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الضبط والإعدادات هنا نضغط عليها ثم بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نأتي إلى الأصوات والإهتزاز نقوم بالضغط عليها ثم بعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم نأتي إلى التعاكم بالإهتزاز وصوت النظام نقوم بالضغط عليه وبعدها سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة نأتي إلى لوحة مفاتيح سامسونج للإهتزاز نقوم بإلغاء تفعيلها من خلال ضغط على العنام الزرقاء وهنا أصبحت باللون الأبيض يعني تم إلغاء تفعيل لوحة مفاتيح سامسونج للإهتزاز على جهازك الخاص أندرويد وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على الاسطة اللايك ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله